السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتعرف على طريقة الحصول على شهادة كيف تصميم درسا إلكترونيا في 24 ساعة من جامعة حمدان بالمحمد الدكية إذن الطريقة فهي سهلة أيضا هذا الموضوع فهو مهم جدا يضم مجموعة من المعلومات المفيدة إذن نالج هذه الصفحة كيف تصميم درسا إلكترونيا في 24 ساعة نعم هذه الصفحة كيف تصميم درسا إلكترونيا في 24 ساعة وعندنا أيضا شهادة الأولى كيف تصبح معلما يعني لما كان لما حصلش على هذه الشهادة يمكن لي يضغط على الخانة هذه وهي غايتخول أنه يدوز واحد للمجزؤات ويحصل على الشهادة كيف تصبح معلما عن بعد أما اليوم كيف تصميم درسا إلكترونيا في 24 ساعة فهو أيضا يضم 3 فصول كما نرى كيف تصميم مدرسا إلكترونيا في 24 ساعة المخرجات التعليمية للمساق بعد الانتهاء من دراسة هذا المساق سوف يتمكن الدارس من تعريف التصميم تعليمي للتعليم الدكي أيضا بعد الانتهاء من هذا المساق سوف يتمكن من التعرف على تصميم جلسة في التعليم الذكي باستخدام جوجل كلاسروم فهو تقريبا كيشبه Microsoft Teams وهو أيضا كيسمح للأستاذ أنه يدير بعض الأقسام افتراضية إذا في هذا الشهادة في أولا خاص المترشيح يجتاز ثلاث الفصل الفصل أول والثاني والثالث وكل فصل يجتازه تتبير واحد العلامة على أنه انتهى من هذا الفصل هذا ثلاث الفصل ثم آخر وهو التقييم النهائي نعم كالاختبار الاختبار يتضمن تقريبا 15 لسؤال كي تتم اختيار صحيح ام خطأ فهم صحيح ام خطأ ومن بعد كتحصل على شهادة إتمام هذا المساق فهو مساق مفيد ومهم جدا وبالتوفيق للجميع وبالنسبة العنوان الموقع سوف أتركه في الرابط سوف أتركه أسفل الفيديو وبالتوفيق لجميع إن شاء الله سوف أتركه سوف أتركه